ميد بريس تقدم أبرز العناوين رسميا نهاي دور أبطال إفريقيا في مصر تأكد رسميا استضافة مصر للمباراة النهائية لدور أبطال إفريقيا يوم 6 نوفمبر القادم بعد صعود الأهل المصري على حساب الوداد الرياضي إلى النهائي وأكدت مصادر من داخل الكاف أنه بغض النظر عن الطرف التاني للمباراة النهائية سواء أكان نادي الزمالك المصري أو نادي الراجاء الرياضي فإن مصر ستحذى بشرف تنظيم نهاي دور الأبطال بعدما حسمت القرعة في هذا الأمر جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي الكاف قرر تأجيل مباراة الزمالك المصري والراجاء الرياضي المغربي بسبب إصابة مجموعة من لاعب الأخضر البيضاوي بفيروس كورون خبر صادم بالراجاء البيضاوي وهذه هي التفاصيل أعلن نادي الراجاء الرياضي عن إصابتين جديدتين في صفوفه بعد صدور نتائج اختبارات كوفيد 19 التي خضع لها اللاعبون يوم الجمعة وأظهرت النتائج وجود حالتين إيجابيتين جديدتين في صفوف لاعب الفرق وسيخدع المعنيا بالأمر بالبروتوكول الصحي المعمول به وكان النادي أعلن في آخر حصيلة عن 14 إصابة بكورونا في صفوف مختلف مكونات النادي وتزيد هذه الحالات في دقة الوضع الصحي التي يعيشها الفرق الذي يساعد لمباراة الإياب في النصف النهائي لكأس رابطة أبطال أفريقية لكرة القدم مع الزمالك المصري يوم الأحد 1 نوفمبر المقبل في القاهرة وكان الرجاء انهزم دهابا على ملعبه بواحد لسفر دور أبطال إفريقيا تحضيرات الأهل المصري لمواجهة الرجاء يواصل فريق الأهل المصري تحضيراته لمواجهة فريق الرجاء العالمي يوم فاتح نومبر المقبل لحساب منافسات إياب نصف نهائي دور أبطال إفريقيا وكشفت صحيفة اليوم السابع المصرية أن الطاقم التقني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو رفض المجاسبة بمحمود علاء مدافع فريق الكرة الأبيض في مباراة الإسماعي للمقبلة مبرز أنه ينتظر الحالة الطبية لللاعب ونتائج البرنامج التأهيلي قبل تحديد موقفه خاصة أنه لم يشارك في التدريبات الجماعية حتى تداريب الخميس وشدد المصدر ذاته على أنه من المقرر أن يخضع الزمالك يوم السبت لبعض الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا استعدادا لمواجهة الدرويش والتي تأتي ضمن البروتوكول المتبع قبل مباراة الدوري وذلك حالة وجود شكوك حول أي حالة مصابة بفيروس كورونا يتم خضوعها لمسحة بسار الخاصة بالكشف عن الفيروس وتابع المصدر ذاته يدرس طاقم التقني لفريق الكورا بنادي الزمالك الدفع بمحمود عبد الرزاق شيكابالا في جزء من لقاء الفريق القادم أمام الإسماعيل في الأسبوع الأخير من الدوري الممتاز لتجهيزه للفترة المقبلة بعد غيابه فترة كبيرة بسبب إصابة الركبة التي يعاني منها وختم المصدر باتشيكو يسعى لتجهيز شيكابا تدريجيا لاستخدامه كورقة رابحة في المباراة المقبلة خاصة لقاء الإياب أمام الرجاء في إياب نصف نهاء دور أبطال إفريقيا والمقرر له الأول من نوفمبر المقبل وأيضا نهاء البطولة حالة صعود الزمالك والمقرر له السادس من الشهر ذاته التوقيع بالرباط على اتفاقية شراكة بين الكاف والمركز الدولي للأمن الرياضي تم يوم أمس السبت بالرباط توقيع اتفاقية شراكة بين الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم والمركز الدولي للأمن الرياضي تروم تحزيز برامج السلامة والأمن والنزاهة وتمكين الشباب في كرة القدم الإفريقية ويتم بموجب هذه الاتفاقية التعاون بين الهيئاتين لتطوير برامج التدريب وضمان أعلى مستوى من السلامة والأمن داخل الاتحادات الأعضاء في الكونفيدرالية الإفريقية وذكرت الكونفيدرالية على موقعها الرسمي أن الاتفاق يتنص أيضا على التعاون في المشاريع التي ستنفذها الهيئتان وبرامج تدريبية تهدف إلى تتقيف مسؤولي الأمن ودعم تطوير شبكة محترفة من أفراد الأمن في إفريقيا ومواصلة تطوير العمليات الأمنية من خلال برامج مشاركة داخل الاتحادات والمصابقات والأندية الأكاديميات ومختلف المتدخلين بما في ذلك أولئك الذين يعملون على مستوى القواعد الشابية وأضاف المصدر ذاته أن رئيس كونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم أحمد أحمد أكد بالمناسبة أن الكونفيدرالية هيئت تحركها القيم وتربط اللاعبين والمجتمعات عبر إفريقيا الحكام الراشيدة والسلامة الركزتان أساسيتان لخطة تحول كونفيدرالية أمن والنزاهة يمثلان أهم أولوياتنا وهما مطلب أساسي لتنظيم أي مباراة لكرة القدم وأضاف بشكل شخصي أنا مهتم بقضية لاعب الشباب الرياضيين الشباب ليسوا سلعب البشر ويجب معاملتهم على هذا النحو نفخر بأن تكون لدينا الرياضة في السعي لحماية كرة القدم وجمهورها نتطلع إلى تعاون متمر مع المركز الدولي للأمن الرياضي من جانبي قال رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي بالنيابة محمد حنزب أشكر الرئيس أحمد أحمد والكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم على التزامهما بحماية كرة القدم في إفريقيا علينا الآن تعزيز الجهود لمواجهة التحديات الحقيقية التي تجواجه كرة القدم من أجل الحفاظ على أمنها ومصداقيتها على سبيل المثال لم يتم عمل ما يكفي لوقف الاتجار باللاعبين الأفارقة الشباب وأوضح كمنظمة دولية تعمل على حماية الرياضة يلتزم المركز الدولي للأمن الرياضي بحماية لاعبين الشباب وزيادة الوعي حول القضية المتنامية للاتجار بالأطفال في كرة القدم مع الكونفيدرالية الإفريقية نعتقد أن الأعضاء والحكومات يمكنهم فعل المزيد لحماية النجوم المحتملين في المستقبل المنتخب المغربي لكرة الطاولة يتأهل لبطولة العالم 2021 ضمن المنتخب المغربي لكرة الطاولة ذكورا تأهله إلى نهائيات بطولة العالم التي ستحتضنها مدينة بوصان بكوريا الجنوبية من 25 فبراير إلى 4 مارس من سنة 2021 وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة الطاولة يوم أمس السبت أن تأهل منتخب المغربي لبطولة العالم جاء بعد تصنيفه في الرتبة 38 عالميا من بين 228 بلدا وانذويا تحتلواء الجامعة الدولية لللعبة واحتلاله المركز السادس على الصعيد قاري حسب التصنيف الجديد السادر عن الكنفدرالية الإفراقية وأضاف المصدى ذاته أن المنتخب الوطني النسوي يملك حدودا كبيرة للتأهل هو الآخر للمسابقة العالمية حسب التصنيف العالمي الجديد الذي سيصدره الاتحاد الدولي لللعبة خلال مطلع السنة المقبلة وأشارت الجامعة إلى أنه سيتم التحذير والإعداد الجيد في أفق المشاركة في هذه التظاهر العالمية وتمثيل المغرب على أكمل وجه وكان من المقرر إقامة بطولة العالم في الفترة ما بين 22 و29 مارس الماضي وتم تأجيلها إلى الفترة من 21 إلى 28 يونيو الموالي بسبب كورونا